موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وهذه نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين حرص المنشآت النفطية فرع الوسطى يعلن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين سرية شهداء مرادة وما يعرف بتنظيف الدولة في حقل السبعطاش النفطي إلى خمسة قتلى موسيقى شورى ثوار بنغازي يقول انه حقق تقدما في المحور الغربي وقوات السعقة تؤكد مقتل خمسة وعشرين من عناصرها واصابة خمسة وخمسين اخرين خلال اشتباكات مارس الماضي موسيقى باراك اوباما يقر بمقتل مدنيين خلال غرات الطائرات الامريكية دون طيار ويؤكد ان ادارته تتعمل حاليا بحذر عند تنفيذ هذه الغرات موسيقى السلام عليكم واهلا بكم الى التفاصيل اعلن المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى علي الحاسي ارتفاع عدد قتل سرية شهداء مرادة الى خمسة اشخاص في الاشتباكات التي دارت بين السرية وما يعرف بتنظيم الدولة في حقل السبعتاش النفطية اوضح الحاسي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الاشتباكات متوقفة الان كما تم دحر ما يعرف بتنظيم الدولة الى خارج حقل السبعتاش مضيفا انه تم الحاق اضرار بشرية ومادية بالتنظيم حسب قوله وقال الحاسي ان جهاز حرس المنشآت النفطية بصدد تجهيز قوة عسكرية لملاحقة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وابعادهم عن المنشآت النفطية في حوضي مرادة وزلة ورفع حالة التأهب دفاعا عن مقدرة الشعب افاد عميد بلدية سرط الذي كلفته حكومة الازمة مختار المعداني بان عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قامت بتصفية الشقيقين من قبيلة المعداني في المدينة فيما بقي مصير الثالث مجهولا واضاف المعداني لقناة ليبيا لكل الاحرار ان التنظيم ابلغ الاهالي بخبر الاعدامي دون ان يسلمهم الجثث مشيرا الى ان الاشقاء الثلاثة كانوا قد اختطفوا قبل اكثر من شهرين بعد مدهمة منزلهم في منطقة الاربعين وقال المعداني ان المجلس البلدي سرط يدين ما سماه الصمت الليبي تجاه ما يحدث في المدينة من قتل وترهيب قال مصدر من شورى ثوار بنغازي فضل عدم الكشف عن هوياته ان قواتهم حققت تقدما كبيرا في المحور الغربي الامر الذي ادى الى تراجع قوات الكرامة من مراكزها حسب قوله واضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الاحرار ان قواتهم شنت هجوما خاطفا ومفاجئا على تمركزات الكرامة بالمحور الغربي وسيطرت على عدة نقاط في المحور هذا ويشهد المحور الغربي لمدينة بنغازي اشتباكات دورية بين قوات شورى ثوار من جهة وقوات الكرامة من جهة اخرى من جهته اكد الناطق باسم القوات الخاصة الساعي قامي لودزوي في مدينة بنغازي مقتل خمسة عشر من عناصرهم واصابة خمسة وخمسين اخرين خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة في مارس الباضي اوضح زويل قناة ليبيا لكل الاحرار ان القتل سقطوا في محوري مصنع الاسمنت ومشروع الصفصفة هناك لافتا الى العديد من الجرحة او الى ان العديد من الجرحة مازالوا يتلقون العلاج واضاف الناطق باسم قوات الساعقة ان ثلاثة عناصر من قواتهم اصيبوا يوم امس بمحور مصنع الاسمنت مشيرا الى ان الاشتباكات ما زالت متواصلة بالمحور حسب قوله اكد مسؤول المكتب العالمي بمجلس شورى مجاهد درنة وضواحيها محمد المنصوري مقتل احد عناصر المجلس في اشتباكات مع قوات الكرامة بمحور بضحاك اوضح المكتب العالمي لمجلس شورى المجاهدين ان قواتهم استهدفت ليلة امس تمركزات تابعة لقوات ما يعرف بتنظيم الدولة بالمدفعية الثقيلة في محور الظهر الحمر وكان مجلس شورى الثوار قد اعلن في وقت سابق ان المنطقة الجنوبية للمدينة تحت سيطرة قواتهم وهي مؤمنة بالكامل وفق تعبيرهم شكلت غرفة العمليات الميدانية وسرايا الثوار ومؤسسة المجتمع المدني والمجلس البلدي بمدينة صبراتا لجنة للاشرف على ملف الجرح بالمدينة تحت اسم لجنة التواصل جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمؤسسات المجتمع المدني وغرفة العمليات الميدانية وسرايا الثوار بمدينة صبراتا وذلك لمناقشة ملف الجرح وما يواجهه من صعوبات وكيفية ايجاد الحلول المناسبة في الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا واشار المجلس البلدي صبراتا ان هذا الاجتماع ناقش مسألة تذليل الصعوبات امام الاجهزة الامنية والعسكرية حتى تتمكن من ممارسة اعمالها في اعادة الاستقرار داخل المدينة وللتعليق على هذه الموضيع ينضم الينا عبر الهاتف من طرابلوس الخبير العسكري والاستراتيجي عادل عبدالكافي سيد عبدالكافي اهلا بك وبداية يعني كيف تقرأ عودة هذه العمليات النوعية لما يعرف بتنظيم الدولة لسيطرة على الحقول النفطية في هذا التوقيت تحية طيبة لك ولمشاهدينكم الكرام طبعا تنظيم الدولة يستغل حالة الاستراب السياسي والتقلبات السياسية للقيام بعملياتي تزامنا طبعا هذه العملية مع الاسترابات السياسية الموجودة الآن في طرابلس فاتجها لتكثيف عملياتي في مدينة درنة نعم وايضا في مدينة سرد في مدينة درنة كان هناك تقدم لمجموعات الكرامة من خلف القوة المشتركة المكونة من طوار درنة وطبرق والبيضاء من تحت القيادات العسكرية نعم بقيادة العقيد مفتاح أمار حمزة واخواني من الجيش الليبي نعم وأيضا تقدم لدعش في منطقة الفتاح مما ترتب عليه أن تم محاصرة القوة المشتركة من تنظيم الدولة ومن مجموعة الكرامة بالنسبة لسر طيب سيد عبد الكافي سيد عبد الكافي عذرا لذيق الوقت يعني في ظل هذه الأوضاع الراهنة كيف ستتمكن عفوا حكومة الوفاق من تأمين هذه المواقع ومواجهة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط سيد العزيز بالنسبة للقوة المحلية موجودة تحتاج إلى دعم لوجستي من قبل بعض الدول التي لديها قدرات عسكرية سواء كان القوة المتواجدة في غرب ليبيا وتحت رئاسة الأركان أو القوة المتواجدة في منطقة الفتاح هذه تحتاج إلى دعم لوجستي سواء عبر طائرات أو بعض المعلومات وقطع الممرات التي تستخدمها عناصر تنظيم الدولة لتقديم الدعم اللوجستي لبعض طيب سيد عبد الكافي أشرت إلى ضرورة دعم لوجستي من دول الغرب يعني في ضوء هذه المعطيات يعني هل يعني يمكن لحكومة السراجة أن تستعين بالغرب للقضاء للقضاء على التنظيم خاصة وأن وجوده في ليبيا يمكن أن يشكل خطرا على هذه الدول بالنسبة طبعا في السابق كنا دائما نشير إلى أن لن يحدث تدخل بري على الأرض من قبل بعض الدول الهربية كإيطاليا وبريطانيا ولكن حقيقة المعطيات الآن على الأرض أتصور ستتجه إلى وجود قوات برية على الأرض ربما ستكون في الفترة القادمة بعد الحرير ثلاثة لكن الآن القوة المحلية تستطيع القيام بعمليات ضد هذا التنظيم وتكبيده الخسائر وتحجيل وصلت الفكرة الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عادل عبدالكافي حدثنا من طرابلس عبر الهاتف شكرا جزيلا لك طلب رئيس مجلس النواب عقيل صالح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بحضور كل أعضائه إلى مقر البرلمان ليعلنوا التزامهم بالوفاق وما يتضمنه من اعتراف بمجلس النواب سلطة تشريعية وحيدة وأكد صالح ضرورة احترام المؤسسة العسكرية وضمان عدم المساس بها وبقياداتها مشددا على أن ما يتغيب عن الحضور من عضاء المجلس الرئاسي يكون هو المعرقل للوفاق ورفض عقيل صالح في بيان صحفي أن تعمل الحكومة المقترحة في العصيمة طرابلس تحت مواصفها بالميليشيات المسلحة منوها إلى أن البرلمان سيقوم بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري قبل التصويت على حكومة الوفاق في سياق متصل قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن رئيس مجلس النواب عقيل صالح وعددا من النواب وأعياني ومشائخ وعمداء البلديات في برقة أكدوا في بيان لهم أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في ليبيا وأضف الجهاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن البيانة أوضح أن حكومة السراج لم تمنح ثقة من داخل قبة البرلمان بعد حتى تتسلم مهامها منوها إلى أنه في حال فرض حكومة الوفاق فإن كل الخيارات ستكون مطروحة وشدد البيان على عدم المساس بالقيادة العسكرية والقوات التابعة للبرلمان وأن تكون صفة القائد العلى للقوات المسلحة لدى رئيس مجلس النواب حسب البيان دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر مجلس النواب إلى الإسراء في عقد الجلسة لتصويت على حكومة الوفاق الوطني واعتمادها وقال كوبلر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن البرلمان هو الجهة الشرعية الآن في ليبيا والتي يمكن أن تمنح ثقة لحكومة الوفاق الوطني وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا على ضرورة العمل بشكل جماعي للوصول إلى توافق بخصوص ليبيا موحدة على حد تعبيره قائلا إن الشعب الليبي يستحق السلامة والازدهار قال المجلس الوطني للحرية العامة وحقوق الإنسان إن مشروعية المجلس الرئاسي تتأتى من الأهداف التي أنشئ من أجلها وإرساء أسس انتقالية سلمية وفق تعبيرهم نتمنى على هذا المجلس أن يسعى إلى لعب دور المنفذ في هذه المرحلة الانتقالية والحاضنة المؤسساتية لقيادة سياسية تعمل على توحيد المؤسسات بالبلد وإنضاج الرؤى اللازمة لمعركة العمل وتخفيف أعباء المرحلة الانتقالية وتكريس تقافة السلم الأهلي والوحدة الوطنية في شأن أخر قرر رئيس الأمريكي بارك أوبام عفوا بمقتل مدنيين خلال غارات الطائرات الأمريكية دون طيار مشيرا إلى أن إدارته تتعامل حاليا بحذر لدى تنفيذ هذه الغارات وردا على سؤال حول تزايد عدد المستهدفين بالغارات في ليبيا ومناطق أخرى قال أوباما خلال مؤتمر صحفي إن انتقادات مشروعة وجهت في الماضي لاستخدام هذه الطائرات لتسببها في قتل مدنيين مشيرا إلى أن بلاده باتت تعتمد معايير صارمة في جمع المعلومات عن المناطق المستهدفة ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تتعرض لهجوم بسبب دورها في معالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا بعد صدور أرقام تبين أن وزارة التنمية الدولية البريطانية خصصت فقط 50 ألف باوند للمساعدات هذا العام وضافت الصحيفة أن حكومة ديفيد كاميرون لم تستمع إلى النداءات الدولية للاستجابة العجلة للوضع في ليبيا حتى تتجنب نفاذ مخزونات الغذاء والدواء ونقلت The Guardian عن النائب البرلمان البريطاني ستيفن جوثيانس قوله أن المملكة المتحدة أنفقت على تدخلها في ليبيا 13 مرة أكثر من جهود إعادة أعمار البلاد في سنوات الخمس الأخيرة مشددا على ضرورة تحمل حكومة ديفيد كاميرون مسؤوليتها والاطلاع بدور مهم في مساعدة ليبيين حسب الصحيفة أكد الوزير الفرنسي الأسبق وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب فرانسوا فيون ضرورة قيام بلاده بحرب على المستوى الدولي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة وفي مقابلة مع صحيفة ليفيجارو اعتبر فيون أن هذه الحرب يجب أن تتم ضمن تحالفات دولية حقيقية متسائلا عن أسباب عدم التدخل في ليبيا إذا حصل إجماع بهذا الشأن في مجلس الأمن حسب تعبيره وكان فيون قد شغل منصب الوزير الأول الفرنسي في فترة رئاسة نيكولا ساركوزي وقد شهدت هذه الفترة التدخل الدولي ضد نظام القذافي وللتعليق على هذه المواضيع ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الناشط السياسي السيد مفتاح لملوم سيد لملوم بداية يعني كيف يمكن النظر إلى اعترافات الرئيس الأمريكي بمقتل مدنيين في غرات نفذتها طيارات أمريكية من دون طيار في ليبيا تهيئت لك أخي واتي مشاهدي قناة ليبيا الأحرار الكل يعرف أن طائرات بنوضة طيارة أهداف في الماضي ولكنها أيضا أخطأت أهداف وحتى الأهداف التي أصابتها كان هناك مدنيون ضحايا وبالتالي الأمر ليس بديد سواء حصل ذلك في أفغانستان أو في اليمن أو في مناطق أخرى أو حتى في العراق وكانت دوما هذه الطائرات تلحق إصابات بأهداف مدنية وبالتالي إنما يرى السيد أوباما أنه سيتبع أساليب صارمة في الحد من هذه الأخطاء ربما هو صادق في دعواه ولكن لا أعتقد أن أمريكا ستستغني عن استخدام هذه الطائرات إنما دعت الحاجة إلى ذلك فهي وسيلة وحدة ورخيصة وبإمكانها أن تطير وتراقل لفترات طويلة بدون أن يتعرض طياروها طيب سيد لملوم يعني في هذا الإطار الرئيس الأمريكي تحدثنا عن اعتماد واشنطن لمعايير يمكن أن تكون صارمة في جمع المعلومات عن هذه المناطق المستهدفة في المستقبل ما الذي يفهم من ذلك؟ لا ربما ستبقى التفلولات من استخباراتها ومن عناصره المتواجد ضمن هذه التنظيمات أو من خلال مراقبتها الدقيقة لأدافها لفترة طويلة حتى تتأكد أن هناك ضحايا مدنيين بكل تأكيد الحرص الأمريكي هو نتيجة لكثير من الضغط على أمريكا من خلال مراجعة نتائج هذه الطائرات والعالم الغربي بالذات لا يريد أن يشار إليه على أنه يقتله أهداف مددية وأنه يرتكب أخطاء مثل ما حصل في وقع المستهدف سيد دملون هذه التصريحات للرئيس الأمريكي ألا يمكن أن تضع السلطات الليبية والتي كانت ربما تغض الطرف عن هذه الغرات ولم تخرج بأي التصريحات ولا أية إذانات في موقف حرج وضعيف أمام الرأي العام الليبي أقصد السلطات المنقسمة كنت أكيد إحنا لما نتعود من السلطات الليبية تعلن وتخبر الشعب الليبي وتشاركه فيما يجري في البلاد نحن رأينا ما حصل في دارنا ورأينا ما يحصل الآن في بمرادة وفي حقول النفطية ولم نستمع أو نسمع من المسؤولين أي محاولة لتبرير هذه الأشياء ووضع الكثير من الحقائق كما بالشعب الليبي الشعب الليبي لا يعول عليه هؤلاء المسؤولين المسؤولين نظرونه بالشعب الليبي بأنه تابع لهم لا أكثر ولا أقل وأنه لا داعي لإداغ هي وضعه طيب سيد لملون عذرا للمقاطع يعني صحيفة الجارديان البريطانية قالت أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتعرض لهجوم واسع بسبب دور حكومته في معالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا هل يفهم من هذا الكلام بأن لدى الغرب رغبة صادقة وحقيقية في مساعدة ليبيا ليست رغبة صادقة وحقيقية وأنه ما آل سمعنا عن سواء كان 100 مليون يورو التي تقدمها الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا كإعانة فيما تعلق بالمشاكل التي تمر بها ليبيا أو المباق الضئيل التي تحدث عن الصحافة البريطانية هو بكل تأكيد يعتبر إهانة هذه المبالغ هي مبالغ زهيدة جدا جدا وليم كلها إنشار إليها أو حتى يعتبر أنها قد قدمت مساعدة الليبيين هذه هي إهانة للشعب الليبي وبالتالي ربما هذه المساعدة لأن ما صرح بكاميرا أو ما فقط في الحكومة البريطانية هو في نهاية الأمر مسخرة وبالتالي إذا أرادت بريطانيا أن يكون لها دورة عليها أن تتبع سليب الفعل الحقيقية بإمكانها أن تؤدي لأشياء نعم سيد الملوم للأسف انتهى الوقت الناشط السياسي مفتاح لملوم حدثنا عبر السكايب من العاصمة البريطانية لندن شكرا جزيرا لك ونعتذر مشاهدين عن رداءة الصوت من المصدر نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل ليبيا تحتل المرتبة تسعة وثلاثين بعد المئة من إجمال مائتين وعشر دول في تصنيف الدبلوماسية الرقمية لعام الفين وستة احرص المنشآت النفطية فرع الوسطى يعلن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين سرية شهداء مرادة وما يعرف بتنظيم الدولة في حقل 17 نفطي الى خمسة قتلة شورى ثوار بنغازي يقول انه حقق تقدما في المحور الغربي وقوات الساعقة تؤكد مقتل 15 من عناصرها وإصابة 55 اخرين خلال الشبكات مارس الماضي فاراك اوباما يقر بمقتل مدنيين خلال غارات الطائرات الامريكية دون طيار ويؤكد ان ادارته تتعامل حاليا بحذر عند تمثيل فيدي هذه الغارات السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم من جديد رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها بقرار مجلس الامن الذي يدين مواصفها بمحاولات تصدير غير القانوني للنفط الليبي من خلال المؤسسات الموازية حسب البيان اوضح رئيس المؤسسة ابراهيم صنع الله في البيان الذي نشر على موقعها الالكتروني ان المؤسسة تعمل مع رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج لتجاوز مرحلة الانقسام والتنازع معتبرا ان الوطنية للنفط تنظر حاليا الى المستقبل ولديها حاليا اطار قانوني دولي واضح حسب قوله واشار صنع الله الى انه مع اعلان حرس المنشآت النفطية اعادة فتح الحقول فان المؤسسة تأمل ان تتوفر قاعدة او ان تتوفر قاعدة صلبة يمكن ان يتم التأسيس عليها لاستعادة الوضع الاقتصادي في البلاد لصالح جميع ليبيين على حد وصفه انتاج ليبيا من النفط المقدر حاليا بنحو ثلاثمائة وخمسين الف برميل يوميا بحسب المؤسسة الوطنية للنفط بعد تراجع الانتاج والتصدير خلال الفترة الماضية يكشف الحاجة الملحة لعودة الانتاج في ليبيا لسالف عهده من اجل انعاش الاقتصاد في هذا السياق تعددت اللقاءات التي عقدها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منذ انتقاله الى ترابولوس في محاولة لمجابهة التحديات الاقتصادية المجلس الرئاسي بحث جملة من القضايا الاقتصادية مع محافظ مصر في ليبيا المركزي ومدري المصارف التجارية وصندوق موازنة الاسعار سعيا لتوفير الاغذية والسيولة فضلا عن مناقشة الاليات الواجب اعتمادها لتسريع فتح الاعتمادات لتوفير السلع الاساسية والادوية ثم الاشتماع مع مدراء المصارف التجارية في ليبيا ثم الاشتماع مع محافظ البنك المركزي ويليه اشتماع مع الموسط الوطني لسلع التروينية لتوفير الاغذية وتوفير السيولة للبنوخ وحل المشاكل اليومية للموعدة من جهته اكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني احمد معيتيغ انه سيقع قريبا حل مشكلة السيولة بالمصارف التجارية الوضع الاقتصادي ليبي ليس كما يشع الوضع جيد بإذن الله في القريب العاجل يتوفر كمية من السيولة لحل مشكلة السيولة في المصارف الليبية كذلك نحب نطمن ان الوضع في خصوص التموين وسرع التموينية يكون في حل حل الموضوع في القريب في غضون ذلك اعلن جهاز حرس المنشهات النفطية انه لن يسمح بتصدير النفط من موانئ البريغا وزويتين ورسلنوف الا لصالح حكومة الوفاق الوطني واشارت المؤسسة الوطنية للنفط لانها تبحث مع الحكومة الجديدة تنسيق مبيعات النفط المستقبلية دوليا اكد مجلس الامن استعداده لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بمجرد ان تصبح تحت تصرف حكومة الوفاق الوطني هي والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وجدد الاتحاد الاوروبي التزامه بتنفيذ حزمة المساعدات التي خصصها لليبيا حراك محلي ووعود دولية بالدعم على امل انهاء ازمات البلاد الاقتصادية احتلت ليبيا المرتبة 39 بعد المئة في تصنيف دبلوماسية الرقمية لعام 2016 الذي تصدره دورية الدبلوماسية الرقمية كل سنة ودرست الدورية 210 وزارات الخارجية في جميع انحاء العالم ومدى استعمالها للانترنت في اصال المعلومات الى المواطنين مشيرة الى ان وزارات الخارجية تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي تليها موقع الواب ثم تطبيقات الهواتف الذكية واضحت دورية الدبلوماسية الرقمية ان الهدف من هذه الدراسة هو الرفع من كفاءات وزارات الخارجية وتحديد المشاكل التي تعترضها في التواصل ووضع استراتيجيات وتنظيم دورات تدريبية لزيادة الوعي بالدبلوماسية الرقمية وصلنا بكم الى ختم هذه النشرة ولم يبقى الا تذكير بالعنوين حرص المنشآت النفطية فرع الوسطى يعلن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين سرية شهداء مرادة وما يعرف بتنظيم الدولة في حقل السبعة عشر النفطية الى خمسة قتلى شورى ثوار بنغازي يقول انه حقق تقدما في المحور الغربي وقوات سعقة تؤكد مقتل خمسة عشر من عناصرها واصابة خمسة وخمسين اخرين خلال الشبكات مارس الماضي فاراك اوباما يكر بمقتل مدنيين خلال غارات الطائرات الامريكية دون طيار ويؤكد ان ادارته تتعامل حاليا بحذر عند تنفيذ هذه الغرات الى اللقاء اشتركوا في القناة